بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صفة الصلاة وانتهينا إلى الركوع وأن الركوع ركن من أركان الصلاة ويقول في الركوع سبحان ربي العظيم وهو واجب والإنسان يعظم الله عز وجل في الركوع في الهيئة وفي القول وذكرنا كيفية الركوع أنه مجرد الإنحناء هو الركن ولكن السنة أن يستوي ظهره بحيث أنه لوضع عليه كوب من الماء لا يسقط هذا الكوب هذا كما ذكر الفقهة ثم بعد ذلك يأتي الرفع من الركوع الرفع من الركوع هذا ركن من أركان الصلاة ويقول في الرفع الإمام والمنفرد سمع الله لمن حميده وقوله سمع الله لمن حميده هذا واجب من واجبات الصلاة يقول ذلك الإمام والمنفرد الذي يصلي لوحده ويرفع يديه وهذا موضع من مواضع رفع اليدين وذكرنا سابقا أن ذلك سنة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع وبعد القيام يقول الإمام والمنفرد على المذهب ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شيت من شيء بعد فهنا الضمير يعود على الإمام المنفرد في هذا القول ولا يقول المأموم ملء السماوات وملء السماء والأرض وملء ما بينهما من شيء بعد وإنما يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد كما ذكر بعض الفقهاء الحنابلة قالوا أنه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد المأموم واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد فيقتصر على ذلك ولا يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيت من شيء بعد كما ورد من الأدعية قال ابن عثيمين وعد وعند التأمل في هذا القول أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد يجد أنه قول ضعيف وأن الحديث لا يدل عليه هذا الحديث اللي هو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد لا يدل على أنه يقتصر على ربنا ولك الحمد فقط ولكن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام المنفرد يعني يقول بعد رفعه ملء السماء والأرض أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيت من شيء بعد وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقوله ربنا ولك الحمد فجعل قولا لمأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد أما بعد القيام فيقول المأموم والإمام والمنفرد ملء السماوات وملء الأرض وملء ماشت من شيء بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم وصلي وهذا القول الراجح في هذه المسألة كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم بعد القيام يأتي السجود كيف يسجد أنه يخر ويكبر يخر بمعنى أنه ينزل بشكل غير بطيء يعني بشكل سريع مكبرا يعني يقول الله أكبر والتكبير هنا واجب ساجدا على السبعة الأعضاء ما هذه السبعة الأعضاء الرجلين يعني الأصابع الرجلين الرقبتين اليدين الجبهة مع الأنف قال ابن عثيمين رحمه الله والواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئا واحدا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الأنف بالجبهة الحاقا والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرقبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر رواه البخاري ومسلم إذن السجود أنه يخر ولا يسجد ببطء ويكبر يقول الله أكبر ثم يسجد على الأعضاء السبعة يبدأ طبعا في النزول على الرقبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف على حسب الاستطاعة إن استطاع ذلك وإن كان عاجزا أو عنده عذر فعلى الجهة أو على الوضع الذي يستطيعه فيسجد كيفية السجود قال يجافي عضديه عن جنبيه هذه في وضعه في السجود أنه يجافي العض عن الجنب يعني لا يجعل يديه لاصقة بجنبيه وإنما يفردها قليلا بحيث الحتى لا يؤثر على من بجانبه لكنه لا يجعلها لاصقة بجنبه وبطنه عن فخده يعني يجافي بمعنى يباعد بين بطنه وبين فخده ويفرق ركبتيه هذه الصفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ثم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وقوله سبحان ربي الأعلى هذا واجب من واجبات الصلاة ويقول ما شاء وما فتح الله عليه به من الدعاء لأن الدعاء في وقت السجود في وقت استجابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه أكثر من الدعاء في السجود فإن العبد أقرب ما يكون إلى الله وهو ساجد أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر من الدعاء يدعو لنفسه ولأهله وللمسلمين بالخير ثم بعد ذلك يرفع رأسه مكبرا والرفع من السجود هذا ركن والتكبير طبعا واجب كل التكبيرات عدى تكبيرة الإحرام هي من الواجبات ويجلس والجلوس ركن وكيفية الجلوس أنه يجلس مفترشا الرجل اليسرى وناصبا الرجل اليمنى السنة أنه يفعل ذلك والتكبير يبدأ في حال الانتقال إلى حال الجلوس يعني لا يكبر حينما يرفع من السجود لا يكبر وهو ساجد أو يكبر بعد أن يجلس وإنما هو في حالة الانتقال وافتراش اليسرى أن يجعلها كالفراش له واليمنى ينصبها ولابد حينئذ من أن يخرجها عن يمينه فتكون الرجل اليمنى مخرجة من اليمين من اليمين واليسرى مفترشا ولا يجلس متوركا في هذه الحالة وهذه الصفة اللي هو أنه يجلس مفترشا اليسرى وناصبا اليمنى هذه صفة قال العلماء أنه متفق على هذه الصفة عندنا مسألتين المسألة الأولى أين يضع اليدين والمسألة الثانية كيف يكون وضع اليدين كيف تكونان اليدين الصفة الأولى أنه يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند رقبتيه هذه الصفة الأولى في وضع اليدين وهو جالس من الرفع حينما يرفع من السجود يجلس يرفع من السجود يرفع رأسه ويجلس ثم وضع اليدين قال الصفة الأولى أنه يضع اليدين على فخذيه وأطراف أصابع عند الرقبة والصفة الثانية أنه يضع اليد اليمنى على الرقبة بمعنى يقدم يده على رقبته واليد اليسرى يلقمها رقبة بمعنى أنه يقبض بيده اليسرى على رقبته اليسرى ويضع اليد اليمنى على الرقبة وضع فقط وأما كيف تكون اليدان فبالنسبة لليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة يعني مبسوطة على فخديه مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند طرف الفخد بمعنى لا يفرجها بل يضم يده إلى فخده وتكون أصابعه مضمومة متجهة إلى القبلة وأما اليد اليمنى فالسنة أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة أي المسبحة ويحركها عند الدعاء عندما يأتي وقت الدعاء فيرفعها ماذا يقول في الجلوس؟ حينما يرفع من السجود ماذا يقول؟ يقول ربي اغفر لي وهذا واجب من واجبات الصلاة يقوله مرة ويكرره ثلاث مرات ويقول ما شاء أيضا من الدعاء ومما ورد من الدعاء أنه يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وفي رواية أبو داود واجبرني بدل ارزقني والمقام مقام دعاء فلو ذكر ذلك جميعا جاز له ذلك هذا والله أعلم